السلام عليكم أحباتي الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المهمة محادثة في الناد الرياضي باللغة الإنجليزية سوف نشرحها بالتفصيل حوالي عشرين جملة وفي نهاية الحلقة هناك مفاجأة جميلة هي اختبار وسيط لقدراتك ومهاراتك على الحفظ أكبر كمية من هذه المعلومات اللي رح نتعلمها الآن أما الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة أما الدروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو هيا لنبدأ في مركز اللياقة البدنية حاول قراءة هذه الجمل معي بصوت مرتفع خمس مرات لكل عبارة حتى تتقنها بشكل جيد وإيضا اكتبها في كل رأسك في مركز اللياقة البدنية أحسنت أنا أحب قاعة الرياضة هذه أحسنت كررها الآن خمس مرات بصوت مرتفع جميع المعدات جميع المعدات تبدو مستحدثة أيضا إذا لاحظ كلمة look نفس المعنى لكلمة seems يبدو looks يبدو أيضا الجملة الرابعة ما نوع التمرين الذي تقومين به بالعادة أو عادة ما نوع ممتاز كر هذه العبارة خمس مرات الآن what kind of training do you usually do نأخذ البعاد أقوم بالتنويع ممتاز جملة البعادة كتدريب أثقال في مرة وفي المرة الأخرى تماري اللياقة like way training one visit and core do you another visit both of each visit and I come every other day and I come every other day وانا أتي بين اليوم والآخر يعني بين يوم ويوم both on each visit both on each visit and I come every other day ممتاز I am only going to come three days a week I am only going to come three days a week probably before work I am only going to come three days a week probably before work أنا أتي إلى هنا فقط ثلاث أو سوف أتي إلى هنا فقط ثلاث أيام بالاسبوع غالبا قبل العمل I am only going to come three days a week probably before work how do you think you will train how do you think you will train كيف تظنين أنك سوف تدربين how do you think ماذا تظنين كيف تظنين you will train كيف تظنين أنك سوف تدربين how do you think you will train ممتاز نأخذ الجملة بعدها I like running on the treadmill but not much else I like running أنا أحب الركض الركض running on the treadmill على جهاز الجري but not much else ولكن ليس أكثر من ذلك لا تنسى تكرار هذه العبارة خمس مرات وجميع العبارة بصوت مرتفع حتى تدقن اللفظ الصحيح من أول مرة بقي الآن عدنا عشر جمل سوف نأخذها أيضا باللفظ الصحيح وبالكتاب الصحيح هيا لنستمر then why did you come to the gym then why did you come to the gym إذن لماذا تأتين إلى قاعة الرياضة then why did you come to the gym I joined the fitness center أنا انضممت إلى مركز اللياقة because مرت أعلن كلمة because سابقا في إحدى حلقات ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين اللي هي معناتها بسبب I joined the fitness center because they have a lot of activities لأن لديهم الكثير من الأنشطة I joined the fitness center because they have a lot of activities I joined هيا لنقرأها معا I joined the fitness center because they have a lot of activities ممتاز ناخد جملة البعضة oh I am only a member of the gym oh I am only the member of the gym هنا الترجمة طبعا خطأ مصحيحة خلينا نشرحها بالتفصيل oh I am only a member of the gym أنا فقط مشتركة في الجم في قاعة الرياضية what else are you going to do what else are you going to do وماذا تفعلين أنت أيضا غير الجم يعني what else are you going to do وماذا سوف تفعلين أيضا غير الجم غير التمرين بالقاعة الرياضية I play badminton and I swim every evening I play badminton and I swim every evening ألعب تنس الريشة وأسبح كل مساء تقريبا I play badminton and I swim every evening إذا القاعة الرياضية ليست فيها فقط التوارين الرياضية تمارين القوى أو الأوزان فيها أيضا تمارين تنس الريشة وأسباحة I play تقول أنا ألعب badminton and I swim every evening كل مساء إذا هاي جملة الآن الخمسة عشر أضوى الجملة عندنا بالدرس خلينا نجزعها إلى أجزاء ونحفظ جميع الكلمات المهمة اللي بيها I am trying this facility I am trying this facility أنا جربت هذا المكان أو أجرب هذا المكان I am trying this facility I am trying this facility for one month لشهر لمدة شهر and once that membership expires وبمجرد أن تنتهي أضويتي membership أضوية membership أضوية expires تنتهي expires تنتهي إذن خلنعيد حتى قبل ما نأخذ البعدها I am trying this facility أنا أجرب هذا المكان for one month لمدة شهر واحد for one month and once that membership expires وبمجرد انتهاء أضويتي I may upgrade I may upgrade استحسن أو من الأفضل أنه أجدد أو أوسع الاشتراك اشتراكي so that I can use so that I can use حتى أستطيع أن أستخدم the whole center استخدم أن أستخدم جميع المركز التمرين المركز بالكامل بأكملات زيان خلنعيد من البداية الآن I am trying this facility for one month and once that the membership expires I may upgrade so that I can use the whole center ابتد خلينا نقرأها معا للمرة الأخيرة ونتقل للجملة البعدها I am trying this facility for one month and once that membership expires I may upgrade so that I can use the whole center أمتاز خلينا نأخذ الجملة البعدها I think that would be worthwhile I think that would be worthwhile إذن صديقتها أجابت عليها قالت لا أعتقد أن ذلك سوف يكون مجدي طبعا أنه تستخدمين ال center الكامل وجميع العلعاب الرياضية الموجودة بي I think that would be worthwhile I think أنا أعتقد that would be هذا سوف يكون worthwhile مجدي worthwhile مجدي جملة البعدة وقد عندنا فقط ثلاث جمل One thing I would like to try أحد الأشياء التي أود تجربتها One thing I would like to try is wall climbing wall climbing تسلق الجدار wall climbing wall جدار climbing تسلق One thing One thing I would like to try is wall climbing البي لا تلفظ هنا wall climbing One thing I would like to try is wall climbing ممتاز خلنأخذ الجملة البعدها I have done that I have done that لقد فعلت هذا It was really cool It was really cool I have done that لقد فعلت ذلك لقد كان ممتعا حقا Really حقا cool ممتعا I have done that It was really cool ممتاز خلنأخذ الجملة البعدها What else do they have What else do they have ماذا لديهم أيضا تسأل ماذا لديهم بنادي الرياضي أيضا What else do they have What else do they have ممتاز الجواب يكون عليها basketball basketball كرة السلة gymnastics gymnastics تمارين الرياضية squash squash and a sauna and a sauna والحمام البخاري basketball gymnastics squash and a sauna أما الجملة الأخيرة لهذا الدرس I think that is definitely definitely worth the annual membership fee أعتقد أن هذا بالتأكيد يستحق مصاريف عضوية السنوية الاشتراك السنوي بمعنى I think that is definitely مؤكدا بالتأكيد worth يستحق يستحق the annual membership annual سنوي membership الاشتراك أو العضوية في الرسوم أو المصاريف I think that is definitely worth the annual membership fee ممتاز الآن انتهينا من هذا الدرس خلينا نأخذ الاختبار في ثلاث أسئلة فقط على الكمية اللي حفاظتها طبعا خلينا نبدأ بالدرس بالسؤال الأول عفوا السؤال الأول ترجم هذه العبارة لللغة العربية ما معنى هذه العبارة اللي مرت علينا قبل قليل What else do they have What else do they have طبعا اخترت الجملة القصيرة حتى تسهل ترجمتها علينا What else do they have اكتب لي الإجابة في التعليق اكتب سؤال الأول والإجابة باللغة العربية معنى هذه الجملة سؤال الثاني ترجم لهذه العبارة لللغة العربية احسنت اكتبها ايضا اسفل هذا الفيديو بالتعليق حتى يستفاد من هالآخرون ايضا اما السؤال الأخير السؤال الثالث How do you think you will train 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 ترجم لهذه العبارة واكتبها بالتعليق حتى تحفظ تجرب مدى حفظك لهذه المعلومات وايضا تساعد غيرك في فهم الكلمات ومعانيها في ترجمة هذه الجملة وتحفزهم ايضا اما الآن انتهينا من هذا الدرس انتظرونا في الحوار في السوق التجاري المول انتظرونا راح يكون عندنا درس خاص مفصل في حوار كامل حول المول واهم الأشياء اللي ممكن نتحدث بها في السوق التجاري شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك والضغط على اعجاب وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدروس كلها شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا